احسان عاد لمنزله ومسح كل آثار مسلحي داعش الذين جعلوا منزله نقطة عسكرية لأكثر من عامين من حكمهم على مناطق واسعة من سهل نينوى هو أول رمضان يصومه مسلمون آحية بعشيقة بعد طرد مسلحي داعش منها لذا رمضان هذا العام له نكهة مميزة لديهم يعني رغم من كان حافرين بيوتنا ورغم معنات جينا شوفنا الصعوبات كثيرة هنا بس الحمد لله كسرنا هالحاجز وجينا وقعدنا ونظفنا ورتبنا وكملنا والحمد لله يعني هسا هما راحوا بالمنطقة نحنا جينا مكانهم قعدنا رجعنا على أراضينا سالم عايش حكم داعش ولا ينقطع عن سرد أفعالهم لأصدقائه العائدين من نزوح طويل وفقا لسالم حتى الصيام رمضان بفكر داعش كان مختلفا عن رؤيته وأهل المنطقة للصيام وقت داعش كل شيء كان إجباري جلد والتهديد وغرامات هالساعة الرمضان كله ماكو أي شيء إجباري لناشي السحر والتلوة القرآن مئات العائلات عادت لبعشيقة وقراها مختار قرية عمر قامتش الذي كان نازحا هو أيضا يؤكد إن 98% من أهل قريته عادوا معه إلى بيوتهم بالنسبة للرمضان هي أن الرمضان جيد جدا العالم مرتاحين كل واحد يعني مذخر شيء للرمضان موجود أسواق بالقرية موجود كل شيء موجود المخضر موجود شيء عادي عادي يعني طبيعي مثل قبل بناحية بعشيقة يعيش المسلم واليزيدي والمسيحي والمسافة بين المسجد والكنيسة هي بضعة مئات الأمتار من هذا المسجد وغيره كان مسلحو داعش رويجون لأفكارهم وممارساتهم زالت داعش من هنا وعاد أهالي المنطقة إلى بيوتهم ليصوموا رمضان كما يشاءون وليس على رغبة مسلح داعش بيشا وبهلوي روداو ناحية بعشيقة